بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن ثورة الثلاثين من يونيو جسدت ملحمة شعبية قادها المصريون بخروجهم في انتفاضة ضد قوة الظلام والشر حتى استعاد الوطن هويته حيث إنها كانت وما زالت علامة فارقة في تاريخ الوطن داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الوطن الغالي برقي والازدهار